اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بالف خير وانتو بتشوفوا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بقى بينا دلوقتي نبتزي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها وهنا عندنا منظم تقدر ان انت يتنظمي به مشترك الكهرباء واتداري من خلاله مختلف اسلاك الاجهزة او كل الاسلاك الكهرباء اللي بتبقى موجودة عندك وتقدر يتنظمي عليه جهاز الانترنت وتنظميه عندك على الوفيه او تقدر ان انت يتثبتيه على الجدار كده جنب الشاشة وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم لمختلف انواع واشكال الديكورات اللي بتبقى موجودة عندك في البيت وطبعا بيكون في منه كزا تصميم وكزا لول بعد كده هنشوف عندنا قطعة من الخيش تقدر ان انت تعتبريها منظم للخضار وتثبتيها عندك على جدار المطبخ بكل سهولة وتنظمي بيها الخضار اللي عندك زي الطوم او البصل او الجنزبيل او الفلفل تقدر ان انت تنظمي بيها اي حاجة انت عاوزها بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من المنظمات اللي تقدر ان انت تثبتيها على الجدار بكل سهولة وتنظمي بيها مختلف انواع البوكاليات اللي بتبقى عندك بعد كده معنا فرشة تنظيف كرسي الحمام الفرشة دي مصنوعة من السيليكون تقدر ان انت تنظفي بيها كرسي الحمام بكل سهولة وهي بتكون مرينة جدا وبتساعدك توصلي الاصعب الاماكن وتنظفيها بكل سهولة هنا بقى هنشوف عندنا مصفة وفي نفس الوقت هي عبارة عن ادامة عيرية تقدر ان انت تعايري بيه الرز او البوكاليات او تقدر ان انت تصفي من خلاله الرز او الخضار او الفكهة وغير كده كمان بيجي معا كطع صغيرة كده بتساعدك ان انت تصفي من خلاله اي حاجة انت عايزها بكل سهولة يعني هوا بيكون لي كده طريقة في الاستخدام زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا الفرشة الدقيقة جدا اللي بتساعدك ان انت تنظفي كل الكطع او كل الحاجات اللي بتبقى عندك حجمها صغير او بيبقى فيها زوايا صغيرة بيبقى صعب عليك تنظفها فتقدر من خلال الفرشة دي تنظفي كل ده من غير اي صعوبة بتنظيف اي حاجة موجودة عندك من لوازم المطبخ بعد كده هنشوف عندنا اداة لصنع الزلابية او السنبوسة او مختلف انواع الفطائر طريقة استخدامها سهلة جدا وبتديك احجام متسوية للعجينة اللي انت عاوزة تعمليها بعد كده هنشوف عندنا الشبكة اللي تقدر ان انت تستخدميها عندك في الغسالة وهي قدرها انها بتساعدك ان هي تشلك كل الوبر او الشعر اللي بيبقى موجود في الهدوم بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الغسالة المنى الحديثة تقدر ان انت تخسلي فيها الشربات او مختلف انواع الهدوم اللي انت محتاجة تخسليها واهم حاجة في الغسالة دي انها مش بتاخد معاك مساحة خالص في البيت وهنا هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي تقدروا يتعملي من خلالها كرات اللحمة او كرات الخضار او كرات الرز بشكل متساوي وبطريقة سهلة جدا وسريعة بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انتي تسبتيه على الرخامة وتنظم عليه ادوات ولوازم المطبخ زي السوسات او الشوك او السكاكين وكمان تقدر ان انتي تنظم فيه ستة انواع من التوابل اللي تستخدميها بعد كده هنا هنشوف عندنا منظم للاكياس البلاستيك وهو بيكون مصنوع من القماش تقدر ان انتي تسبتيه عندك على الجدار او جنب التلاجة وطبعا المنظم ده بيخلصك من زحمة الاكياس اللي بتبقى عندك واستردامه بيكون سهل جدا زي ما انت شايفة كده معايا ودلوقتي هنشوف مع بعض عندنا حامل السرير اللوحي للموبايل تقدر ان انتي تستخدميه للموبايل او تقدر تستخدميه للتابلت وطبعا تقدر ان انتي تستخدميه بكذا طريقة زي ما هو ظاهر قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا مناصب جميل قوي للحمام تقدر ان انتي تسبتيه عندك على حوض الحمام وتنظمي بيه فرش الاسنان ومع جن الاسنان بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مكوى للبخار حجمها بيكون صغير ومناسب جدا للسفر يعني لو انتي مسافرة تقدر ان انتي تخطيها معاك في الشنطة مش بتاخد معاك مكان خالص جوه الشنطة وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا منازيل المطبخ اللي بيكون عندها كدرة عالية جدا على امتصاص السوائل تقدر ان انتي تستخدميها في مختلف الادوات اللي موجودة عندك في البيت زي ما هو ظاهر قدامك كده من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الممسحة اللي بيكون لها كزا طريقة في التنظيف تقدر ان انتي تنظفي بها الجدار او الدوليب او المرايات او الارضيات او مختلف الاسطح اللي بتكون عندك وكمان تقدر ان انتي تعصري كل الميا وكل مواد التنظيف اللي بتكون فيها من خلال الفوتى بتاعتها وطبعا تقدر ان انتي تتحكمي في طول الممسحة دي على حسب طول الحاجة اللي انتي عاوزة تنظفيها وغير كده الممسحة دي بتيجي معاها قشاطة كده تقدر ان انتي تلمي كل الميا وكل سوائل التنظيف اللي بتبقى موجودة على مختلف الاسطح بكل سهولة وهنا معانا الممسحة المارينة جدا زي اللي تقدر ان انتي تعصري منها كل الميا وكل مواد التنظيف اللي موجودة عليها بكل سهولة وغير كده طرق استخدامها متعددة تقدر ان انتي تستخدميها في تنظيف الجدران او دوليب المطبخ او البلاط او المرايات او الشبابيك بعد كده هنا عندنا منظم بيجي مكون من 3 ادراك تقدر ان انتي تستخدميه في المطبخ او في الحمام وتنظمي فيه مختلف الادوات او اي حاجة انتي عاوزة تنظميها فيه وهنا هنشوف مع بعض عندنا قرفف تنظيم بتيجي باحجام مختلفة تقدر ان انتي تثبتيها على الجدارة عندك في الحمام بكل سهولة وتنظمي عليها ادواتك زي الشامبوهات او الكريمات او العطور او تقدر ان انتي تثبتيها على جدار المطبخ وتنظمي عليها الصصات او التوابل او اي حاجة انتي عاوزة تنظميها عليها بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من منظمات التوابل تقدر ان انتي تنظمي بيها التوابل البودر والميزة في المنظمات دي انك تقدر يتنظمي وتاخدي منها كميات مناسبة للأكل بعد كده هنشوف عندنا المنظم الدوار بيجي متقسم كده الخنات صغيرة تقدر ان انتي تنظمي بيها الشربات او الترح او الملابس الداخلية وتقدر ان انتي تثبتيها عندك في الدولاب ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انتي تعرفي ايه هي الحاجة اللي انتي محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر انتي تكتبيلي في التعليقات وانا هارد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هارد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا بالفيديو ده اقول لك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا بالفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقول لك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدايا تنكده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن التي عيتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دولة ثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بتضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في اقرب وقت اسبكم في رعاية الليل ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر